السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة وإحنا كما نخصص كل جمعة حلقة نحاول أن نقرأ فيها صحف العالم كيف يرانا العالم أو بالمعنى الأدق والأحرى كيف نرى أنفسنا من قلال العالم لأن العالم بالنسبة لنا شيء مهم للغاية الغرب تحديدا أيضا بمصالحنا المشتركة معاه بارتباط شديد جدا بعلاقات تجارية وقتصادية وتمويلية وقروض وسياحة وكل هذه المفردات ومنح ودعم فإزاي شايفنا هذا الغرب هتقول أنه الغرب له نظرة منحازة تجاهنا على الأقل الصحافة الغربية والمجتمع الأكاديمي البحثي والحقوقي ينحاز ضد مصر الإجابة نعم مئة في المئة ليس فيها مقاربة ولا مقارعة ولا مناقشة هو فعلا منحاز وإنحاز أحيانا يصير حد التربص لكن ليس معنا انحازه ولا تربصه إن إحنا نتجاهله ولا ندير حوار معاه أو إحنا نفهم إن حيازه ده بنيه على إيه وبيقوله إزاي وحتى نستفيد منه يعني النهاردة لما بطرح ثلاث مقارات مجالة الاكونوميست البريطانية وهي المجالة الاقتصادية الأولى والأشهر في العالم أهم مجالة الاقتصادية في العالم في الوجود الإنساني ما ينفعش تتجاهلها ما ينفعش تتعالى عليها ما ينفعش تتعامل معها باعتبارها إيه تأثيرها يعني هتعمل إيه يعني لا هتعمل وبتعمل في دوائر المال والأعمال والاستثمار اللي هم المفروض أن أنت بتسعى إليهم وبتسعى إلى جذبيتهم وجذبهم إليك وإنهم يستثمروا عندك وإنهم يشتعلوا معاك في عالم التجارة والمال والاقتصاد والتصديع في مصر بيتأثروا بمثل هذه المجلة وبالكتابات اللي فيها وبالدراسات اللي فيها المجلة عندها مصداقية بتستغل وتستثمر هذه المصداقية فيه إنها تتكلم عنك وتحللك وتقيمك في ظني التلت تقارير منحازة يعني فيه يعني فيش أكتر من كده وضوح لما يجي دقرة دلوقتي وأنا هتكلم هنا انطلاقها من صحف يتعامل مع صحاف إزاي أراك مهني كمان إنها مسألة شديدة للحياس لكن ده رقم واحد لما أكون مصر تعمل لك في أسبوع واحد ده تلت مقالات تلت تقارير انت مهم انت بلد مهم تحت العين وانت بلد في حالة حركة تحت الرصد فده شيء لازم انت رقم واحد كدولة تنتبه له وتعتز به وبعدين كمان إحنا مواغدين في مصر إحنا بنطبطب على بعضه ونطبن لبعضه بنهني بعضه وبنحي بعضه وما فيش مشكلة برضه بننفق في بعض لما نسمع من الخارج كلام قاسي أو فض أو غليز أو خشن لا بأس يعني على اللي يعمل توازن ما بين يعني الكلام الملياء مليان طمأنينة ورضا وتصفيق في الداخل وما بين كلام خشن في ممحكة كده وتربص جاي من خارج فنعمل توازن حتى عشان نفهم حدود رؤيتنا لنفسنا وحدود رؤيتنا لنواقع اللي احنا فيه ومن هنا برضو مرة أخرى احنا انا بقول للغرب منحيز ضدن نظرته نظرته الصحفية ونظرته الأكاديمية والحقوقية لكن شايف هو بيتعاون بشكل كامل مع مصر الحقيقة وشايف كل المؤسسات المالية والاقتصادية بتشجع الحكومة المصرية وبتنتصر لها وبالدعمها وطيعها قروض مزنيش اللي فيه طلب واحد طلبته مصر منحة وقرن كلالة 8 سنوات اللي فاتوا دولة وترفضوا فعلى مستوى الحكومات وعلى مستوى الدول انت بيتم التعامل معاك والتعاون معاك بقوة والرحاء والرحاء ترحيب الهائل بك كما قوة اقليمية موجودة بالقوة في السوق السياسي والجغرافي للدنيا وانت هتعمل تدير اهم مؤتمر مناخ لانقاذ البشرية والكون هيعقد في مصر وانت اللي هتدير وهتقوده كمصر فده اظن تعاون دولي حقيقي معاك حتى لما حصل ازمة اوكرانيا وروسيا الاتحاد الاوروبي والدول السبع بتبعات لك بيان تطل فيه موقف رأي وتجذبك الى رأيها والعالم مجلس الامن ينتظر اه 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 او جمال العموية ينتظر صوتك اذا انت في موازين الدنيا موجود وفاعل ومؤثر واقليمي اه قوي انما انت كمصر الدولة المصرية في ميزان الصحافة الغربية والاكاديمية الغربية والمنظرات حقوقية الغربية مش اذيك تتواصل معاك مش عارفين انتتواصل معاك لانه زي ما قلت بالكده الصوت الرسمي هو اللي بيوصل الصوت الرسمي من صاحب اصدقية كبيرة في المجتمع الشعب المدني الغربي طيب لما يجي هم بقى بيبعاتهم مراسلينهم ومضي مراسل نزل مصر ويشتغل وعمل في عدد خبس مارس الفين وعشرين كاتب هندسة عامة الرئيس السيسي يريد اعادة تشكيل مدن مصر عنوان محايد لا بأس به وبعدين بقى العنوان الشارح عنوان بقى اللي هو محاولة يعني تقديم وجهة النظر بقى السلبية سيحصل الاثرياء على منازل فارهة وسينقلون بسرعة فيما يخشى الفقراء التهجير فبدأنا على طول هي دولة منحازة للأغنية ودولة مش بتعمل مدن بتعيد تشكيل مدن مصر عشان تطوير البلد دي بتعمل ده علشان امتياز ومكافأة للأثرياء وتطلع عين للفقر يعني من الأول هو طيب المقال فيه ايه المقال فيه الآتي بيقول مثلا من ضمن فقراته السيسي ليس اول زعيم حديث يبني عاصمة جديدة فقد انتقلت الحكومات في مينمار والبرازيل وباكستان وغيرها من الدول الى مواقع جديدة وقد كان اسلاف السيسي الفراعنة مغرمين كذلك بنقل عواصمهم غير ان طموحات السيسي تتجاوز تأسيس مركز اداري جديد ايه بقى ايه بقى الطموح اللي اوسع من كده ازياب نسيسي مدنا جديدة على السحل الشمالي ويهدم اجزاء من القاهرة من اجل تشهيد الطرق السريعة ومجتمعات تبنى لغرض محدد هذا وقد تم نقل الالاف من المصريين وقد يتبعهم ملايون ملايين اخرون قريبا ايه المشكلة ايه الغلط يعني هو طول الوقت صياغة سلبية بتقدم اللي بيحصل من منظور سلبي اللي هو ايه ايه المنظور السلبي بيبني مدن جديدة بيبني عاصمة جديدة مش مش هو اول واحد بيبني عاصمة جديدة كويس خلال وهو ما قالش ان اول واحد بيبني عاصمة جديدة طب عظيم يقولك بقى لا هو عنده طموحات بعد من كده بيبني مدن جديدة على الساح طب ده حاجة عظيمة جميلة اوه ده طموح رائع برضو ايه الغلط في كده اصله هينقل الاف وربما ملايين ده الغرض الحقيقة ده الغرض الاف وملايين برضو ايه المشكل هنا للمراسلنا لان مراسلنا المراسل اوكينومايستي بيكاتب اعتبار راجل بقى محاقق اقتصادي ومحارب الصحفي وجهة نظره يعني في السطور فبيقول انه يعني رئيس اسوك انه طموحه انه يبقى راجل بناء يعني راجل صاحب مباني او بيعيد تشكيل مباني اذا صارت الامور بحسب الخطة الموضوعة تأمل الحكومة في عدد تشكيل النسيج الحضري للبلاد ولكنها تفعل بذلك بطريقة توضح فهم الرجل العسكري للمدن خد بالك لازم احط حدث العسكري ايه ما فهم الرجل العسكري للمدن دي ليس كاماكن حيوية فوضوية ده المفروض هل ده تعريف المدن انها تبقى اماكن حيوية فوضوية يعيش فيها الناس بل كمساحات منظمة وعملية تسكنها مجموعات امتشابيات الافكار وغالبا ما تكون مزدهرة ده تخطيط مدن ده ده التخطيط ده علم تخطيط المدن وكن انها مدارس فربما يبقى فهمك ان الرئيس منحز للمدرسة دي في تخطيط المدن برضو ايه المشكل ايه الغلط يعني برضو ايه البائس اللي هنا والرجل العسكري لازم يحط كلمة الرجل العسكري عشان يبقى نوع كأنه رؤية عسكرية مش مدنية اصدر رجل اللي جاي من الجيش يحكم السياق كله سياق بنى وتعمير وتوطين جديد وتنمية حقيقية لكن هو قصاد اللي بيحصل ده هو عايز يقدم كل ده بشكل سلبي يستخدم نفس معلوماته الواقع انه فيه بنى وفيه تنمية وفيه تطوير بس عايز يؤولها وده بقولك ده الانحياز ده الانحياز الحقيقي كصحفي انا اقولك ممكن هو يتوازن ازاي ده خلينا كمل يجي يقولك لا احد يشكك في ان القاهرة بحاجة الى اصلاح شامل كنت بقى لك برضو الراجل اللازمي موضوعي يعني يبان موضوعي وهو ليس كذلك ازاي عيش حوالي تلتين سكانها في مساكن عشوائية رديئة وقدر البنك الدولي سنة 12 ان تكلفة الامتاجية المفقودة والوقود المهضر في حركة المرور المتواصلة في القاهرة تشكل 4% من الناتج المحلي الاجمالي شيء رهيب يعني احنا متعطرين بقيمة 4% من الزحمة دي والهدري ده معطلها 4% من قيمة الناتج الاجمالي وقت روليليونات ده فيما وجدت دراسة اخرى اجراتها جماعة القاهرة سنة 16 ان مستوى الضوضاء في بعض الاحياء السكنية كأن انت كأن المواطن يعيش في احد المصارع ساكن في مصنع مش في بيت ده ادعى الى ان القاهرة والعاصمة والمدن تتغير طب السيسي بيعمل كده تزعلان لي السؤال تزعلان لي يقولك تستبدل العاصمة الجديدة المصممة لاستعاب 6.5 مليون نسمة السخب بالنظام ممتاز انت شايف النظام شيء عسكري يعني انت لما بتروح اليابان وتلاقي الاداء المنظم ده لما حتى بتروح الصين لما بتروح الدول للمنوعات وبتروح الدول اسكيدرافية نرويج على سويد وتلاقي حالة مش مترو وانفاء نيورك وتلاقي حالة منظمة وحالة يعني فيها افق منظم كده ده معناه علم عسكري ولا معناه علم منظم انت عايز تودينا برضو لانه علم وعليك شعب كله كأنه عساكر لو على مستوى النظام واللحية مش وحش ان الناس المنظمة تمشي في الطابور صح تخش صح ما تتكلبش على شبابيك ده يعني مش مفهوم عسكري ده مفهوم حضاري طيب فأعايز لك النظام ماشي ستتباهى العاصمة الجديدة بشوارع وإسعى تصطف على جميع الأشكار ويأمل المسؤولون ان تنقل الشركات الكبرى مكاتبة للمنطقة الدجارية المقررة هناك هناك اشياء مماثلة تحدث في السحل الشمالي عظيم اوكي ليس فقط في غرب الاسكندرية بسبب عاصمة صيفية بل الى الشرق ترسم المنصورة الجديدة التي تبلغ تكلفته اربعة مليار دولار نمطا من الجزء الاصطناعية التي تلعطف داخل البحر فيما يهدف مشروع بالقرب الممورسعيد الى اكتزام مليون شاب ورائد اعمال حاجة عظيمة يعني اللي ما يعرفش انه ده بيحصل في مصر او يعرف ودي الاجانب يقولوله وده شيء بديع تستهدف اغلب هذه المشروعات النقبة هو رأيه كده استبلغ تكلفة الشقق في العالمين الجديدة ملايين الجنيهات بأسعار في غير متناول ايادي معظم المصريين يستطيع موظف الدولة شراء شقة مخفضة في مشروع سكن العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة في مدينة بدر مقابل 450 الف جنيه اي ما يكره من اجمالي راتبه وفقا للحد الادن للاجور في القطاع العام لمدة 11 عاما برضو هنا شيء لطيف هو بيقول انه الحاجات يكلابت بيني للاغنين وهنا بقى التضليل ليه لانه فعلا العاصمة الادارية عايزة مستوى اقتصادي معين واقرب الى روح الاستثمار فيه وطموحها متوجه الى الطبق الغني صح والمتوسطة العليا ده حقيقي انما عشان تبقى موضوعي في كل مستبع لازم تحكي انه تبنى كم مليون وحدة للاسكان المتوسط واسكان الشباب في محافظات مصر برضو انا ما عنديش مشكلة تحب او تكره الرئيس ما عنديش مشكلة تعارض او توافق او توالي او تؤيد الرئيس وسياسه ده موضوع انت حر فيه كاتب مواطم مصري او كاتب غربي انما عندي مشكلة في تقديم المعلومات كلها على بعضها في انك انت تقدم نص المعلومة والملحوظة على اعتبار انه هي دي الحقيقة بينما مش دي الحقيقة لانك انت لو كلمتني بشكل عن العاصمة الادارية نعم هي في الاغلى وبارقامها لذوي الدخول المرتفعة والاقرب الى عالم النغبة والطبقة العليا والمتوسطة العليا انما هل هو المشروع الوحيد هل معنى ذلك تجاهل بقيت خلق الله في مصر اللي هما الاغلى العظمة هل معنى كده تجاهل عشرات الالاف بل والملايين من المصريين الموجودين في الخارج القادرين على الاستثمار داخل بلدهم لكن بحدود ما توصلش للدرجة بتاعة العاصمة الادارية او العالمين الجديدة وانت بتكلم عن العالمين الجديدة انها للاغنياء وانا اتصور انها الاقرب بالامور الاغنياء بطريقة الحياة والطبقة برضو مرفهة وكبيرة لكن ما في العالمين ابلي ما في العالمين الموازية اللي هي مش على البحر زي اسكندرية بالزبط في اسكندرية على البحر في اسكندرية اللي بعد الكورنيش في العالمين اللي بتتبني في الظهير بتاعها انت عايز تبقى ضلالي دي قصة تانية يعني تنتقد انت حر يعني لو انت عايز تتكلم يعني انت لديك معلومات او افكار يمكن بالمناسبة انها تكون مجال حقيقي للنقد يعني ممكن تسأل وانحنا بني بدي كل المدن الجديدة دي ازاي وانحنا نسبة الاشغال في المدن القديمة منخفضة جدا ساعتها تقدر تقول كده منطق والطلب الحكومة بالرد عليه يعني انت يا حكومة عامل المدينة دي بنسبة بتصرفي فيها جامد جدا وينفق بالمليارات وحيط من النوع عظيم عفوا لكن على بعد 20 كيلو من المدينة دي في مدينة قديمة مدينها من 30 20 سنة ونسبة الاشغال فيها 30% وده ما موجود على فكرة ما فيش نسبة اشغال كبيرة وحتى تعدي 50% في اي مدينة من مدن مصر الجديدة الجديدة دي اللي بقولها من 30 سنة ومن 40 سنة لغات النهاردة اكتوبر زايد اللي هي اقرب حاجة المدينة تنتاج علامة اللي تكلم فيها يعني فتكلام يا جوز خبر يا قلوب ويبالهم حق ولهم منطق وانت حتى عايز تشتغل صحفي بجد صحب مصداقية حقيقية لمجلة طليق بالمصداقية اسمها كونو مصر كلف الموضوع لو دي جوانب تستحق انك عايز تقدم الصورة من كل الجهات انما تقول قصد دي للاغنياء بس طب ما هو للاغنياء بس حضرتك وقبال الذي يعيب هنا انه معمول للاغنياء بس ومن سابين بقى الفقرة ياكلوا طراب لا قدم بقى المعلومة التانية انه في ملايين الوحدات السكنية اللي بعضنا شايفها اكتر من اللازم خد بالك اهو موجودة ومتاحة للمواطنين طيب بتقوله انه هيدينه شقة بربعمائة خمسة وثلاثين الف جنيه وده عبارة عن مرتبة واربعتاشر سنة ما تقول قول قول الحقيقة قول الحقيقة انه ده صات قصد انه هيدفع مقدم والباقي على مش عارف فيه عشرين سنة يعني قول الحقيقة انه انت كم تقول لما تقول هو بيد للمواطن المتوسط يعني شقة من ربعمائة الف جنيه ونعجبهم من اين ده لو اعد 14 سنة ولا 11 سنة مش هيجيه مرتبه ده وهو هياخد مرتبه كله وهو هيغلو المرتب ده السعر الشقة هياخد تده البوكة على راس الميت كاش وهو داخل انما هو الرغبة في سلبية المشد في رمي طيم على الصورة البيضة مع انه من المفترض انه يعني يبعى عندنا الحد الادنى من المصدقية مع قراءنا بتكلم على جران مشاديد الاحترام نجلة مهمة جدا زي كونو يعني مثلا على سبيل المثال بيقول ايه بيقول انه حسب السيسي ان هذا الكم الكبير من الخرصانة صب السيسي هذا الكم الكبير من الخرصانة يساعده على ترسيخ صورته كرجل ينجز الامور ها ساعده فعلا برضو ايه الغلط هنا وبعد يقولك هذا الكم الهائل من الخرصانة يعني برضو استخفاف من الخرصانة كأن البناء والمدن دي حاجة يعني خذ بقى احنا نتكلم هنا نتكلم حتى في المدن وليس نتكلم في الطرق لكن تعالي بقى يشوف ايه توصف العديد من مدنه الجديدة بانها زكية في اشارة ليس فقط الى الخدمات ولكن ايضا الى المراقبة فعلى سبيل المثال ستراقب شوارع العاصمة الجديدة لنحو ستة آلاف كاميرا ولذلك شبه احد المشطاء بالعاصمة الخيالية في سلسلة افلام العاب الجو Hunger Games سلسلة افلام رائعة شايف الصحفي انا اسف يا صديق زمين انت زمين في المهنة والمناسبة نقابة الصحفيين الانجليز ادتني انا سنة 2011 جيزة احسن صحفي في العالم ماشي فاحب بالصفة دي وبان انا خدت هذه الجيزة من النقابة اللي انت عضوا فيها طبعا اخدوا بالك الانجليزة واتنزلش اسمها كتابة في المقالات ممنازمة انك عضوا في النقابة اللي ادتني جايزة احسن صحفي في العالم والشهادة بتاعتها متعلقة في مكتبي كده فخور بيها اقول لحدك انك ضلالي لانك انك عايز تقدم من القارئ الانجليزي او جير الانجليزي انه الراجل بيعمل مدينة مراقبة سيسي وفيها 6000 كاميرا في العاصمة الادارية متقول لجمهور بتاعك لندة فيها كام 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 يا جماعة مراقبة الشوارع 691 691 691 كام 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 مراقبة في شوارع لندن احنا هنا في العاصمة الادارية بركمه 6000 وعايز يعتبرها انها جمهورية الخوف وانها المراقبة من 6000 هو عق 691 1000 100 ضعف مش كده اكتر من 100 ضعف يعني اليس في ذلك تضليل بالفعل فتقرأ تحس بقى انك ايه تخنت وده عالم بقى يعني 1984 طيب 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 اكمل التقرير تلاقي بقى اخر حاجة مسلس مسبيره نقل مؤخرا سكان مسلس مسبيره احايف فقير خلف ممنة التفزيل الحكومي فاصل مدينة لإفساح المجال لمشروع تطوير فاخر متعدد لاستخدمات وطبعا كان هو عايز مسلس مسبيره حي الفقير ده نشيله عشان هو مش بس فقير وعشوائي ونحط مكانه حي فقير برضو عشان الرجل يطمئن حي فقير مكان الحي الفقير انما احنا ناس يعني غلاز القلوب وناس شريرين ومحبوش الفقرة وهيبنوا على النيل شو مش للفقر فالرجل زعلان محر زعلان ففي شرع مزدحم بجوار الموقع اللي في البنى ده الشاهق اللي بيحصل اشار شاب يبيع تشيرتات الى لفتة وضعها فوق بضاعاته وكتب عليها كل القطع ب35 جنيه وقال لو انني بيعت هذه القطع كافة ثم اشار الى الابراج الشاهقة التي تشيد خلفه اكمل لن استطيع تحمل تكلفة اي من هذه الشقق وبس خلص الموضوع والمصحف بيعيط اكيد طبعا انه الراجل بتاع التشيرتات اللي بيبيع تحت البرج ده الورا ما سبيره العنيل مش هقدر يجيب شقة الراجل ده وهو بيمشي في في الستريت شارع الصحافة بتاع لندن اللي بيبيع سجوء في شارع الصحافة في لندن هيعرف ياخد شقة في الشارع ده هلا بس على الاخ بتاع كوني ميست اللي بيبيع سجوء في منهاتن في جزيرة منهاتن عنده شقة فوق كشك فوق العربية السجوء بيوح يضرب مشوار لكوينز بعد كده بالمترو لما في القطر الغالب يوصل فيه او نيوجيرسيا طبيعي جدا بقى انت شايف انه الاسكان الفضيئ الفاخر اللي تعيش في مزبينه ده مش معقول الفقر عشان الولد بتاع التشيرتات نفسه يسكن عن يل انت نفسك تسكن عن يل انت دلوقتي كفح 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 تسكن الموليين بملاقب ازاي بدا قصة تانية انه ما اقول لي انت اي حاجة طبيعي كده وهاب بيقات الشيرتات على الرصيف طموحه انه وقعد في شقة عن نيل طموحك تبقى صاحب ورشة الشيرتات بدون البيع حبس انما هو عبس وغلاص التفوت الطبق الفضيع الفقر المطحونين هو في فقر المطحونين بالمنازم بس لما يتقدم المشهد كده من صحفي مقرر انك انت يا ابني مشكلتك ايه ان انا ما عنديش سكن عن نيل كل المعلومات اللي في الايكونوماست اللي هي المفروض حاجة تخض شيء يخض طبع جايبلك الحتة بتاعت مزبيره عشان يمكنك شوف الفرق ما بين ايه و ايه فلما احنا نشيل العشوائيات ونشيل الاماكن اللي كان معظمها ماكن للجريمة من المناسبة وترسيل المقدرات يبقى غلط وبنعمل لاصحاب الناس الشيك اللي وراء دولة مش للغلابة دولة وخلاص ببقى بلد شريره على طول فبقولك لما يبقى كل هذا التضليل في تقرير واحد طول ايه طول حزب الله ونعمل وكيل نفس بقى اللي كونوماست برضو بس في عدد 6 أو 20 فبراير كان كتب عن هل الحافلات الصغيرة الخطيرة بالقايرة في طريقها للزوال بتتكلم على العربيات المقرباص الماشي على الدائري دي طول الوقت وبتقول انه المسؤولين سراحوا بانه حظر الحافلات الصغيرة على الطريق الدائري ليحل محلها نظام جديد للنقل الداخلي السريع بالحافلات بي ارتي يستقل ممراته مخصوصة أو مخصصة يسر لذلك المهتمين بالبيئة بحيث تستضيف مصر مؤتمر المناخ هذا العام لكن لا تخدعوا ستظل الحافلات الصغيرة موجودة لبعض الوقت قبل خمسين عاما كانت القاهرة تمتلك شبكة ترام وحافلات تحسد عليها يستخدمها معظم السكان وكان المترو اللي افتتح عام سبع وتمانين هو الاول من نوعه في افريقيا غير ان عربات الترام اختفت وحتى المسؤولين غير متأكدين من عدد الحافلات التي تزال تعمل او ايضا تزال بالضبط المترو مشكلة مختلفة فعلى الرغم انه يغطي مساحة محدودة الى انه غلبا ما يكون مزدحما وتفيد التقارير بانه يحمل اكبر عدد من الركاب لكل كيلو متر في اي متره في العالم قد بالك يعتمد معظم الاخرين على الحافلات الصغيرة يقع اللوم جزئيا على التخطيط السيء والسياسات الاسوأ ده كلام مهم وده كلام منطقي وكلام طبيعي وكلام واقعي وكلام يعني احنا فعلا عددنا تخطيط سيء جدا ادى الى الحكاية دي احنا بنتوسع في المدر كنا بنتوسع البلد بتتوسع بشكل عشوائي وبجير عمل منظم لانه في احتياج للنقل والمواصلات يعني زمان انا لو بنتكلم سنة انا في الجامعة جيت القاهرة سنة 83 تاتة طبيعي 84 او 4 طبيعي 85 فعام وطبعا في المدينة الجامعية وكنا في المدينة الجامعية بتوسع سنة اولى بيروح عزبة ابو اتاة الاول اللي هو بعض القطر بعض شريطة القطر التعجيز انا لما برجع بقى واشوف بعد العمر ده كله الطرق والدنيا دلوقتي بلاي شيء هائل الدنيا تغيرت بشكل رهيب وتغيرت غلط وتغيرت بشكل عشوائي بس الزمان بقى الاماكن دي مكانش حاجة بتروحها لا تاكس بيروحها ولا مترو طبعا بيروحها ولا قطر بيروحها ولا اوتوبيس بيروحها فاصبح او الاوتوبيسات هائل فاصبح الناس بيعملوا ايه عربيات نص صنع لتوصل بقى بعد شوية بقى ايه لغات موصل للتوكتوك كل ما فيه فراغ واحتياج عند الناس هيتميل يا جماعة لو ما بتملهوش الدولة التخطيط والتنظيم الناس هيملوه بعشوائية وبيعني تكلم تكلم فده اللي حصل الناس بنت عشوائيات وموصلهاش الكهرباء في سرقة الكهرباء الناس بنت الناس مش لايه حيما سكن فبنت في اقرب سكن الى اطراف المدينة ما فيهاش كهرباء بتسرق الكهرباء ما فيهاش مية جايبة مية مش عارف ايه وعدنا فترات يعني بنشوف الناس اللي بتلقل المية بجراكل لغاية ما يخشنها المية كل ده بيعمل تراكمات تراكمات ومنها العربيات المكروباس اللي انا برضو احكي لك عن القاهرة 84-85 كانت العربيات لسه الفولكس والعربيات الرمسيس وهي اتطورت بقيت احتياجات اكبر بقيت التيوتا وبقيت مش عارف ايه والدنيا والغاية بقولك لانه الشوارع بقيت اديق واكثر تطرفا مبعدا فيظهر التوكتوك التوكتوك ده بيلبي احتياج مش مصنوع كده ما حصلوش استجابة هواء كده لا انت لو تجيب تنظم بتعمل بتعمل اجراءات تبدو احيانا وكانها قصية تبدو احيانا وانا بتغير شكل الحياة لكن انا المفروض الى الاحسر وعلى الافضل الفرق هنا في مصر ايه انك وانت بتغير الاساليب انت المجتمع المصري ما بيشاركش في تغيير الاساليب يعني انت ما بتشاركش فيه تغيير مناك تعليمك انت ما بتشاركش فيه تغيير منطق اقتصادك انت ما بتشاركش فيه تغيير شكل الطرق او المدن انت ما بتشاركش في حاجة انت بتتلقى كمواطن او زي ما بتقول قبل كده من اول اتنين وخمسين احنا جمهور فده المشكل فالاول لقينك انت جمهور فبتتعصى على اي تغيير ولقينك جمهور فطول الوقت يعني انا مش نقص وطول الوقت انت مشريك لانك انت مشريك في صناعة القرار فبتبع مشريك في التنفيس وبتبع عصي في التنفيس واتديق في التنفيس واحيانا بترفض وتتحيل في التنفيس ليه لانك مشريك في القرار الدولة لازم تنتبه للحكاיה دي لانه انا موافق ان في حاجة تجيب العفية لكن مش كل حاجة تجيب العفية والعفية مش هتوصل لآخر حاجة ما ده انه الناس لازم تشارك في الحكاية ليه ده المصلحة اقولك قصة غريبة جدا وعجيبة في التاريخ وان كان التاريخ بيزعل جميل دول لكن صورة القاهرة الاولى اللي احنا كلنا يعني صعدة بيها اوي كتاريخيا ازاي الشعب المصري بدون كده يعني زعمات قوية ولا مؤسرة اوي ولا تنظيمات ولا حاجة عملت ضد نابليون بنابرت الصورة القاهرة الاولى او ما سميت بصورة القاهرة الاولى لما تقرى في الجبارتي انه مؤرخ هذه الفترة هذه المرحلة يعني وتشوف ايه اسباب ان الناس هاجت على الحاملة الفرنسية وتمردت وبعيق مؤفرين الحارات واضرابوا ويعملوا تكتشف القرارات الصحية اللي اصدرتها الحاملة الفرنسية ان يفيش كواب زبالة تتحطى على روسل بالشوارع انه المياه المشعارفة يكون لها اجراءات للصحة العامة للوقاية من الامراض للتخلص من عادات رضيئة فضيعة عاشها المصريين في فترة المماليك اللي هو بقولك بمصري رفضوا يشيروا الزبالة اعتبروا ان الزبالة دي قضية وطنية او ان الناس لما تيجي تاخد الزبالة من عندهم يبقى داع تدعى للخصوصية جزء بقولك من العمل الاحتجاجات اللي قابت قلبه صورت القاهرة الاولى هو القرارات دي تصور كيفيه ناس خرجت في مظاهرات وبعضها استوشهد عشان خاطر مش عايز يشير اكوام الزبالة من على البيت شافها ما تدخل في حياته الخاصة شافها تقلت بعجرفة اتعملت بعنف وبفزازة جايز لما المطارة الجمارتي تعرف ان دي من الاسباب المهمة جدا ف احيانا كده احيانا الشعب يبقى ضد مصلحته لانه مش عارفها مش فاهمها فنوعيب ده انه يتحاور معه ده مقال تالت بقى من اوكوناميست برضو بساعدة خمسة مارس في منطقة الخطورة رسالة في علق الزجاجة تعرف ده في قصص تقليدية قديمة اسطورية كده انك بتبعى الجواب وتكتبه وتلف الورقة بتاعته وتحطه في الازازة وتقفل الازازة يعني باحكام وبفلة ولا بشمة ولا حق كده وتربط بخيط وتقوم نميها في البحر حيث ستصل الرسالة الى من ايه تقصده بها ماشي فده يقول لك رسالة في زجاجة هي دي القصة فرسالة في عنق زجاجة بقى اسرائيل تأمل ان تجعل كابلات البيانات من الاعداء السابقين اصدقاء كما انها ستنهي احتكار مصر لحركة الانترنت هو ايه اللي حصل يا جماع مصر جميع الكابلات اللي جاية من اوروبا واسيا على طول طريق قناة السويس او دخل افريقيا او خارجة منها تسعين في المية من البيانات في هذه المناطق متمر على مصر كابلات شركات كابلات البحر المتوسط احنا بنتحكم في تسعين في المية من الانترنت من اوروبا واسيا جميع كابلات الانترنت من اوروبا لاسيا مصر يعني متحكمة فيه اللي حصل بقى انه اسرائيل بتعمل مشروع اسمه الكابل الازرق ايه الكابل الازرق ده تحت مياه البحر الاحمر الصافية يجري مد كامل بيانات عالي الكابل مد كابل بيانات عالي السرعة يربط اسرائيل بالمملكة السعودية للمرة الاولى الرابط الجديد الذي يعد جزءا من كابلين بحريين اطول يمتدان من فرنسا الى الهند لا يعد فقط لا يعد فقط بتحسين السرعة وخفض تكلفة نقل المعلومات بين اوروبا واسيا في حزب بل يحيك كذلك تحالفا اقليميا جديدا بين اسرائيل ودول الخليج التي كانت تعتبرها عدوا ذات يوم هناك مبادرات تجارية معتبرة لخط البيانات الجديد الذي تقوم شركة جوجل وشركة اقتصالات الايطالية لكم ايطاليا ببنائه والمقرر اللي انتهاء منه عام 24 فجميع كابلات الانترنت الاخرى بين اوروبا واسيا تمر عبر مصر على طول الطريق لقناة السويس او تأخذ منعطفا طويلا للغاية حول افريقيا وتقدر الحكومة المصرية ان اكثر من 90% من البيانات بين هذه المناطق تمر عبر اراضيها فيما تتزمر شركات الانترنت من ان هذا الاحتكار شبه الكامل يسمح لمصر بفرض رسوم باهظة المرور لمرور البيانات عبر اراضيها كما تخشى شركاته ان يجعلها هذا الاختناق عردة للاضطرابات لكن بالنسبة الاسرائيل فان الكابل الجديد المسمى الكابل الازرق يمثل ما هو اكبر بكثير من مجموع 16 زوجا من خيوط الياف الضوئية التي يتألف منها فقد اصبحنا اسرائيل بتقول للمرة الاولى منذ تأسيس اسرائيل جزءا من البنية التحتية الاقليمية السؤال هنا بخطورة العمر وخصوصا انه بدأ واشتغلوا فيه واشتغلوا فيه جوجل مع تلكم ايطاليا العدد الصادر من خمسة مارس عشرين اتنين وعشرين بيقول لنا في ايكونوميست بيقول لنا هذا بوضوح انه امام تحدي كبير وضخم وهائل تحدي المنافسة مع اسرائيل فيما يخص الكابلات تحدي الابقاء على العلاقة المتينة القوية الاقتصادية والتجارية وال بيننا وبين الدول الخليج العربي بعد التنافس الاسرائيلي بعد بناء علاقات بين اسرائيل ودول الخليج قدام مرحلة احنا نكاد تفقد فيها تسعين في المية من البيانات اللي بتمر عبر مصر كابلات مصر هل المفروض احنا نقدم اغراءا اكبر هل المفروض ان احنا نقدم تسهيلات اوسع نلحق قبل سنة الفين اربعة وعشرين هل في مقاطعة السيد المهندس الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات خطط بديلة هل مجلس الوزراء ناقش خطط بديلة لهذه التحديات الحقيقية الماثلة الجاثمة هل احنا اصاد سيناريو مصري للتنافس بطريقة مختلفة هل احنا اصاد اصلا ادراك حكومي رسمي مسؤول بخطورة هذا الامر هل احنا ايضا هننقدر نستخدم العروبة الثقافية والعلاقات العربية بشكل استراتيجي واقتصادي في مواجهة تحدي شراكات اسرائيلية مطروحة على اشقائنا العرب هل احنا سنستطيع البقاء في صدارة مشهد الكابلات الانترنت في اوروبا واسيا كل هذه اسئلة تستحق ان نجيب عنها يعني لانه هنا بحاول يوصفه في اسرائيل الكابل الازرق الجديد بانه طريق الحرير الجديد طريق الحرير لو كابل يربط الصين بالعالم تجارية يعني فيه تحدي تحدي حقيقي لمصر كل يوم فيه تحديات حقيقية مش معامرات تحديات وقاع جديدة بتفرضها احداث جديدة محتاجة خيال مختلف محتاجة التنمو اسرع محتاجة سنة نيوهات اوسع محتاجة يقز اكبر محتاجة سرعة يعني ارنبية تقفز يعني وتثب فده مهم وده مهمة كمان مش بس مهمة الدول يعني مهمة مجلس النواب حين انتبه لمثل هذا فيطلب ماذا ستفعلين يا حكومة مهمة خبراء الاتصالات والانترنت في مصر اللي لما يقروا دوت يقولوا احنا عندنا مشاريع بديلة ولا استطيع ان نفعل ونفعل مهمة الشركات العاملة في مجال الانترنت والاتصالات وليجيستيك في مصر انها تقول يا جماعة اصاد التحدي ده احنا عندنا مشروع مصر عشرين اربعة وعشرين نقدر نعمل كذا وكذا وكذا كل ده كل ده المطلوب المجتمع الحقيقة ويعمل كده مش ننتظر المسؤولين هيقولوا ايه وهيعملوا فينا ايه وهما يجهزوا ولا مجتمع مبادر قطاع الاتصالات والاعمال القطاع الخاص يشتغل ويقول ولو ما عندوش تصور يجمع خبرة وباحثين ومتخصصين في هذا المجال وعملونا ورقة بقولونا نعمل ايه اصاد التحديات دي وبقول الورق ده بيتكلف على فكرة دراسات جدوى ونجلب مكتب ايه جمع البيانات والورق ده نقدمه المجلس النواب عايزين قانون يخص كذا او نقدمه للحكومة او نعمل احنا مشروع قطاع خاص نقدمه للدولة وهكذا دي حيوية الدول لما يبقى في دولة او حكومة مش عايزة قطاع الخاص اشتغل او مش عايزة المجتمع المدني يبلوه دور او عايزة المواطن الجمهور بتصعبها على نفسها مش بتسهل على نفسها بتشدها الحمل كله على دماغها وهي مهما كان حكومة مهما كان احنا اسمعنا رئيس الجمهورية بنفسه وبتكلم على الحكومة وقدرته على ادارة المشروعات والمشروعات دي كلها محتاجة فهم اخر للادارة احنا سبت انه يعني المسألة محتاجة ادارة مختلفة نصا فالحكومة مش تنفع تشيل كل حاجة وتخطط لكل وزي ما قلت دايما انا بفترض ان الحكومة حكومة تنفيذية مش حكومة التنفيق مش حكومة التخطيط اللي يضع الخطط والسياسات اجهزة عقول الدول عقول الدول اللي هي ناس بتروح بكرة الصبح المكتب تشتغل عقل وتروح ساعة دين ونص تتغدى بس تشتغلوا عقل للتخطيط والتحليل مش مش منزعيه بقى مش بطلعوا قرارات يومية ويمضي يانا هنس وتخش انت مكتب اي وزير وانت وقد وشوف كم اللي بيدخل عليه من ورق يمضي او للعرض عليه او التليفون اللي ما بيرنش اللي ما ببطلش رن مهما يعني عمل الوزير وازهر ادي اهتمامه بيك وانو عايز يخصك بالكلام ونقعد من غير مدكلاته وبتاع وممكن تروح لقوم في ايوم اجهزة التليفون ما ببطلش رن والبما ما ببطلش فتح ينفكروا في ايه انا بقولك عشان كده في كل بروح اي مصنع اي شركة كبيرة في العالم هتلاقي في وحدة ابحاث ما لا اجدعها بال بالشغل بالهاري اللي شغال ده بالهزي ما لا اجدعها خالص في ناس قاعدة لوحدها كده وبتبحس وتخطط وتقدم سياسات انما العمل اليوم الهادر دماغ المسؤول في مصر بقد كده يعني شيء رهيب صدارة وعين هما بيعودوا بالستاشر انا بقولكم بيعودوا الستاشر وبالتمنتاشر سعف مكاتب اماكن مغلقة وقالبا السيطرة محدودة وميعرفش هو برا نهار ولا ولا شام ولا ليل هو برا فيه هوا مطرة ولا ما فيش مقاطعة صلة هالحكاية دي وعايشين جو المكاتب كده بالطريقة دي واجتماعات وسجاي رهيب ده مش اجواء على فكرة تصنع سياسات دي اجواء تصنع تنفيذ يعني والله كوفوا عنهم انما سياسات وقطط في عالم تاني في منطقة تانية ممكن جدا يكون بحطة رجليه على المكتب وبصص للسقف ساعة ونص كده عادي او بيلعب كده كراش قول لي بقى بقى مسؤول ممكن ما عنده فرصة لده لا يمكن بستحيل طبعا لان لو شافوه كده اتنوه في المكتب فالتخطيط حاجة تانية خالص اروح هنا سريعا برضو الوكانة امبالي فرنسية بتكلم عن الصحافة الورقية في مصر وزي انها انهارت تقريبا انهارت ورغم ارتفاع اسعارها اولا انا عايز اشكر الوكانة امبالي فرنسية بناها مهتمة بالصحف اليومية في مصر الصحف الورقية في مصر والان صحف الورقية في حاجة بالفعل الى صورة حقيقية انهيار التوزيع في مصر طول الوقت السهل اوي انهي تلقى اسبابه وتقال هنا في التقرير اصل الناس بفراجعوا على التلفزيون الناس بفراجعوا هتفراجعوا على الفكرة الناس في الاساس بيدوروا على انه هم عايزين يعرفوا فبيروحوا لاي وسيط هيقول لهم يعرفوا ايه فاللي مش عال فيسبوك التويتر التلفزيون يوتيوب مش عال تكتب اي حاجة جرائض كتب العالم كله يعني بلغ درجة من درجات التراجع في الصحافة الورقية لكنه عند لحظة ما قدر العالم يفهم طبيعة الصحافة الورقية الجديدة لازم تقدم خدمة مختلفة مش بتقدم الاخبار بتقدم تحليل الاخبار بتقدم ما وراء الاخبار وما وراء الحوادث ما يفعش تاني يوم ماتش ولا بيه حتى ما بلحقش ماتش بيه بالليل هو ينزل بعدها بيومين يقولك فوز الاهلي اربعة صفر على مش عالف مين انتوا ما عارفين من زمان قوي وقبل ما جراني يطلع ما انت شفت التحليل في التلفزيون خلاص انتهى الضر الخبري للصحف انتهى ايه لا لو انت جايبت حقيق كبير بأخبار جديدة بقى تنفرد بيها لأول مرة اي وسيلة اعلامية الحاصل ايه بقى الحاصل انه في مصر اولا مصر الشعب مش قارئ ما هنعارفين انه لا يقرأ يعني لكن كمان وصلت لأقرأ جرايد لكن في العالم كله بقولك وعرفه الصحفة المفروض تعمل ايه وبدأت تعمل ده وتوازنت خلاص ما فيش صحفة بتقفل دلوقتي ورقية متوازنة ماليا عليها وصاة متعددة نجحة نجحات فضيعة كل القضايا السياسية والفضائح السياسية اللي في العالم كله اللي بفجرها جرايد مضموعة ورقية ايه اللحن ما عنيش حاجة خالص موات كامل ليه ان الفروض بقى نقعد ندرس ده لان الصحافة الورقية محتاجة حرية والصحافة الورقية محتاجة خيال فلما الخيال يتراجع والحرية تتراجع ما ظنيش اننا نلاقي نفسنا اصاد صحافة لا تقرأ وشعب لا يقرأ نروح بقى لحوار هام جدا لولي العهد محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع مجلة اطلانتك المجلة دي اخر مرة ده طبعا النص العربي المترجم في مجلة شكراوسط مجلة السعودية الشهيرة اللي انا عايز بس اقوله انه حاجتين اطلانتك اخر حاجة حقيقا واحد فاكرها مع اطلانتك كان حوار 82 صفحة عاملة مع اوباما مع نهاية حكمه 82 صفحة والحقيقة ده المفروض يعني يترجم ويتدرس او حتى يدرس انجليزي لطلبة علوم سياسية في صناعة السياسة الامريكية والسياسة في العالم ال82 صفحة نيجي هنا اطلانتك بقى مع الامير محمد بن سلمان وبرضه هنا ملاحظة اخرى مهمة كل الحكام العرب والرؤساء العرب والنولوك العرب بيكلموا بحرية بحرية اكبر وبشفافية اوسع مع الصحافة الاجنبية يبدو ان الصحافة العربية عودت حكامها او حكام الصحف العربية عودوا صحافها صحفهم بانه يبقى الحوارات رسمية و و و و و و ومقتضبة و و و ومرتكولية وما بتوش حاجة جديدة عايز تقرأ افكار الرئيس او الملك او الامير العربي اقرأ حواراته مع الصحافة الاجنبية او شوف حواراته مع التلفزيونات الاجنبية الصحف الاجنبي بيكلم الحاكم العربي وهو حر مش مضغوط من حاجة مش خايف يحصل معا ايه ويحب يقول اسئلة اللي في دماغه طبعا الاسئلة كلها اسئلة صحفية وفيش اسئلة يعني خارج حدود المثاق المهني ولا الشرف المهني ولا وفي حدود اللي يقت التحدث مع رئيس دولة او مع ملك دولة دي الحدود المهنية الطبعية بس بحرية فبيقدر والرئيس او الحاكم العربي او الملك او الامير بيرد على زي الاسئلة اولا لانه لديه رد زي دي انه عايز يقول للعالم انه عنده افكاره واراءه وسياساته فبنسمع منه دون تهيب وبنسمع منه افكاره برحابة وبحرية ونطلع عليها بينما لا نستطيع ان نطلع عليها في الصحف العربية ولا التلفزيون العربية خالص اتفرج على حوار اي رئيس او حاكم عربي مع تلفزيون بلاده او مع صحافة بلاده ولا شيء يعني بورتوكولي رسمي جدا يعني مهزب للغاية اسئلة يعني متوضية جمد اوي يعني حاجة يعني انا فاكر حوار عمله الشيخ الصحفيين المفروض مكرم حمد احمد الله يرحمه مع رئيس حسن مبارك وكان قايميها الكلام عن دور جمال مبارك في الدولة والتوريس وبتاعها الكلام ده موجود في الكتب على فكرة الحوارات دي بتسجيء وزارة استعلامات او مصاصر استعلامات كل حوارات الرؤساء في مصر بتضمها في كتب وثائقية موجودة يعني اشان ممكن تراجعوا كلام انا بقولوا ده فمكرم محمد احمد اللي ارحمه بقى سأل الرئيس مبارك اللي ارحمه ايه بقى السؤال قال له سيد الرئيس اغفر لي اساءة الادب هل يلعب السيد جمال مبارك دورة في السياسة هاريس ويد اعتبر انه سؤال صحفي طبيعي ملايين المصريين بيقولوه اساءة الادب وده كان نقيم الصحفي وقتها ورئيس ماجلس ادارة الهلال ادارة الهلال اعرق دور المصر هو صحفي كبير جدا مجرح عامد اغفر لي اساءة الادب فمفيش حد بيروح يسأل حكام عرب ويوم يكفر لي اساءة الادب الامير محمد بن سلمان بيعمل صورة بكل المقاييس في السعودية صورة فكر صورة اصلاح اصلاح تعالى اقرالك هقرالك بس ومش هعلق دعيا عقلك ان يعلق مستفزا عقلك ان يعلق محفزا عقلك ان يعلق يقوله لكني اعتقد انك ستتفق ايضا بيسابيس الامير على كون ان طريقة الترويج الحالية للاسلام المعتدل مختلفة جدا عما كنا نراه من شخص شاغل منصبك او شاغل منصبك في عام 1983 فبرد عليه الامير محمد بن سلمان بقول له مصطلح الاسلام المعتدل ربما يجعل المتطرفين والارهابيين سعيدين حيث انها اخبار جيدة لهم اذا استخدمنا ذلك المصطلح فاذا قلنا الاسلام المعتدل فان ذلك يوحي ان السعودية والبلدان الاخرى يقومون بتغيير الاسلام الى شيء جديد نحن نرجع الى تعاليم الاسلام الحقيقي اجابة زكية جدا لانه الغار بعد يقول لك هتقدموا نسخة جديدة من الاسلام لا والمتطرفين والارهابيين وقالوا حقوا عايز يعملوا اسلام على مزاجهم اسلام على كفهم فالامير يقول له احنا بنرجع للاصول الحقيقية للاسلام مش بنعمل نسخة جديدة للاسلام طيب بيقول له المتطرفين اختطفوا الدين الاسلام وحرفوه حسب مصالحهم ماشي بيقول له ان السعودية نفسها كان عندهم الخلفاء اللي راشدون كان عندهم مسيحيون ويهود يعيشون في تلك المجتمعات وارشدتنا هذه التعاليم الى ان نحترم جميع الثقافات والديانات نحن راجعون الى الجزور الى الشيء الحقيقي لان المتطرفين اختطفوا الاسلام طيب بيكلموا عن جماعة الاخوان قال لجماعة الاخوان لعبت دورا كبيرا وضخما في خلق كل هذا التطرف وبعضهم يعد جسرا يؤدي بك الى التطرف وعندما تتحدث اليهم لا يبدون وكأنهم متطرفون ولكنهم يأخذونك الى التطرف فعلى سبيل المثال يسامة بن نادن والظواهري كان من الاخوان المسلمين قائد تنظيم داعش كان من الاخوان المسلمين لذلك تعد جماعة الاخوان المسلمين وسيلة وعنصرا قويا في صنع التطرف على مدى العقود الماضية مش بس جماعة متطرفة وصانعة على التطرف وده برضو بيخطب الغرب اللي عايز التعامل مع جميعات الاسلام فالوسيع انها جميع معتدلة وانها جميع طيبة وانها جميع اصلاحية وانها جميع منهش العنف ومظلومة خالص وإحنا ظلمنا قادل الغرب وتعامل مع الاخوان فبينسف لهم هذه القواعد المتوهمة عندهم بيقول اما فيما خص الشيخ محمد ابن عبدالوهاب انا بقول فقرات على فكرة اللي هو بقى الوهابية والشيخ محمد عبدالوهاب وعمل الوهابية ونشر الوهابية السعودية بيقول هو كسائر الدعاة وليس رسولا بل كان داعية فقط داعية فقط ومن ضمن الكثير ممن عملوا من السياسيين والعسكريين في الدولة السعودية الاولى موظف سياسي وعسكري في الدولة السعودية الاولى وكانت المشكلة في الجزيرة العربية انا ذاك ان الناس الذين كانوا قادرين على القراءة او الكتابة هم فقط طلاب محمد ابن عبدالوهاب وتم كتابة التاريخ بمنظورهم واساءة استخدام ذلك من متطرفين كثيرين الامير محمد بن سلمان يضرب من جديد يعني يقيم ثورة فكرية ويعمل مراجعة حقيقية لكل ما طرحته الوهابية ليه لانه بيقول ايه الشيخ محمد عبدالوهاب ليست السعودية الوهابية ليست السعودية يعني فالسعودية لديها المذهب السني والشيعي في 11% اظن من السعودية شيعة وفي المذهب السني توجد اربع مذاهب ولد الشيعة مذاهب مختلفة كذلك ويتم تمثلها في عدد من الهيئات الشرعية السعودية ولا يمكن لشخص الترويج لاحدة دي المذاهب ليجعلها الطريقة الوحيدة لرؤية الدين في السعودية يعني فيش ما فيش احتكار للوهابية خلاص لفهم الدين في السعودية ربما حدثت ذلك احيانا سابقة بسبب احداث قلتها لكم من قبل خصوصا في عقضي الثمانينات والتسعينات اللهم صدروا لنا المصيبة السودة ثم في اول قرن الواحد وعشرين لكن اليوم نحن نضاعها على المصار الصحيح قال لك لا يمكن لشخص الترويج لاحد هذه المذاهب ليجعلها الطريقة الوحيدة لرؤية الدين في السعودية واظن ولا في مصر ولا في حتى في الدنيا طيب بيقول لي تاني كلام غاية في الاهمية بيقول له انه المحرر معرفتك المتقنة او المتقنة التي تتحدث بها على الشراء الاسلامية فريدة حقا بين حكام السعودية لانه هو لأى الامير محمد بن سلمان مذاكر 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 مخلصة والموقف الذي تتخذه يعد موقفها عصريا جدا لكنه ايضا غير شائع بين علماء المسلمين لذلك هل نتوقع في المستقبل ان يهتم حكام السعودية انفسهم اهتماما شخصيا وصيقا بمسائل الشراء الاسلامية ففي الماضي كان علماء الدين وسيطرون على هذا المجال الرد اللي قاله بقى الامير محمد سلمان واحد دارس فعلا في الشريعة الاسلامية بقوله في رأس الشراء الاسلامية وده كلام اظن 99% من الناس بعرفهوش رأس المؤسسة الاسلامية هي وليه الامر طبقا للشريعة طبعا انا قلت لك قبل كده ان الشريعة هو فهم واكتهاد بشر مفيش عاجة في الدين اسمها الشريعة مفيش كتاب اسم الشريعة رأس المؤسسة الاسلامية هو وليه الامر اي الحاكم لذلك فان القرار النهائي القرار النهائي بشأن الفتاوى لا يأتي من المفتي بل يتخذ القرار النهائي يتخذ القرار النهائي من الملك وبهذا فان المفتي وهيئة الاوقاف يقدمون المشورة للملك لكن في التعليم الاسلامية للحاكم القرار النهائي ده في الشريعة على فكرة يعني يفتو يفتو الملك هو اللي يصدر ايه اللي عايزه من المفتو فهيقول طبعا ناسا ما اعتقدك تتحدث عن اهمية الحديث المتواطر حديث النمو شوف خل الامريكان يسألوا على التفاصيل الشريعة ازاي وهذا المستوى من مراقشة الشريعة الاسلامية ليس امرا نسمعه عادة من ولي عهد او ملك فهو قال له بقى هنا السمو الأمير محمد بن سلمان قال له هذا هو المصدر الاساسي للانقسام في العالم الاسلامي فانه اقرب نصا اللي قاله الامير محمد بن سلمان هذا هو المصدر الاساسي للانقسام في العالم الاسلامي بين المسلمين المتطرفين وبقية المسلمين فهناك عشرات الآلاف من الاحاديث النبوية والغالبية العظمى منها لم تثبت ويستخدمها الكثير من الناس كوسيلة لتبرير افعالهم فعلى سبيل المثال تنظيم القاعدة ودعش يستخدمان الاحاديث النبوية الضعيفة الضعيفة جدا والتي لم تثبت صحتها لاثبات وجهة نظرهم لذلك يخبرنا الله بالقرآن ان نتبع تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الناس يدونون القرآن ويكتبون احاديث الرسول وقد امرهم الرسول بعدم تدوين الحديث في بداية الاسلام حتى لا يختلط الحديث بالقرآن لذلك علينا التأكد من صحة الاساس وعندما نستدل باحاديث الرسول فعلينا ان نكون حذيرين جدا وقد حددت الاحاديث في ثلاث جوانب اولا ما نسميه التواطر او المتواتر وهذا يعني ان الكثير من الناس سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام والقليل من الناس سمعوا من هذه العدة وقليل من الناس سمعوا ذلك من اولئك القلائل وقد تم توثيق ذلك كله يعني مجموعة سمعت عن النبي ألت لمجموعة ألت لمجموعة ماشي ده الحديث المتواتر وهذه الاحاديث قوية جدا وعلينا ان نتبعها وعددها قرابة مئة حديث فقط مئة حديث فقط وثانيا ما نسميها الاحاديث الاحد وهي ما سمعه شخص واحد على الرسول وسمعه شخص واحد عن الشخص الاول حتى نصل لمن وثقها ماشي وهذا يسمى الاحادي وعلينا تمحيص ما اذا كان ثابتا ويتماشى مع تعاليم القرآن الاول او يتوافق مع تعاليم المتواتر او يتماشى مع مصلحة الناس وبناء على ذلك يتم استخدامه او لا ده الاحادي ده الاحادي اللي هو 99% من كتب الصحيح والسنة كلها وثالثا ما يسمى الخبر وهو ما سمعه شخص عن الرسول ومن بين طبقات السنة اسمها غير معروفة وزيل احاديث عددها عشرات الالاف والتي لا يجب عليك استخدامها مطلقا الا في حالة واحدة ان يكون في مصرحة الناس الاخطر بقى من كده بيقول ايه الامير محمد سلمان هذا ما نحاول نشره لتثقيف العالم الاسلامي حول طريقة استخدام الحديث وهذا سيحدث فارقا كبيرا ويحتاج الى الوقت ونحن في المراحل النهائية واعتقد اننا يمكننا اخراجها ربما بعد عامين من الان مجرد توثيق للحديث بالطريقة الصحيحة شوفتوا احنا قصاد جهد سعودي جبار هينتج لنا كتاب صحيح جديد انتو عارفين انه كتب صحاح السنة دولة ستة احنا في انتظار الكتاب السابع اللي يقرأ لنا دا ويحلل لنا دا ويعمل لنا اللي هو وصلوا علماء الحديث دا ها وخدوا بالك انه هيبقى اول كتاب يكتبه عرب في الحديث الناب لانه الصحيح كتب الستة الصحاح علماء صحيح مسلمون اجلاء افاضل كبار لكن كلهم مش عرب الستة كلهم فرصة وموالي يبدو ان احنا اصاد الصحيح السابع اللي يقولنا السعودية في انتظار حقيقي له واتمنى انه يعني ما قاله الامير محمد بن سلمان يصل عقولا وقلوبا عشان يدركه الى اي حد فهم الدين في حاجة ماسة الى تجديد والى فهم عميقي عميق وقراء جديد اخيرا ثلاث سنانيوهات لكيفية انتهاء هذه الحرب توماس فريدمان يتحدث عن حرب روسيا بيقول انه ثلاث سنانيوهات بيضح السنانيوهات الاول الكارثة الكاملة الكارثة الكاملة انه بوتين يسيطر على شرق اوكرانيا ويقسم اوكرانيا وان اوكرانيا تمضي معانا اتفاق بانه لن تتدخل لن تدخل حلف الناتو ولن تضع قوات اجنبية وانها هتكون تحت سيطرة شبه عسكرية من بوتين ده اسمه الكارثة بالنسبة له التسوية القذرة اللي انا قلته ده التسوية القذرة انما الكارثة انه يخش بلادين بوتين و يمحو اوكرانيا كدولة حرة مستقلة ويمحو قيادته ماشي السيناريو التاني اللي هو التسوية القذرة اللي قلتلكوا عليها هو بسميها كده التالت بقى اللي هو بيقول اقل نجاعة اقل يعني احتمالا لكنه الافضل في النتائج انه الشعب الروسي يطيح ببوتين مقال بيفصر بيقرأ بيشرح لكن ليه التالي السيناريو هاي لما بيكلم في تحليل السياسة الخارجية توماس فريدمن انا بسدق وبعتبر لتوقعاته وتحليله تحليل يعني دقيقة يقارب للحقيقة فواحد من الساميات التالت دولة هو لا يتحقق الى فصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر